غدا يوم جمعة آخر وكما قلت وأعتقد أن هذه قناعة راسخة لدى كثير من الجزائريين بأن الحراك بإذن الله سيكون هو المنقذ لأن البلاد كما راكم تشوفوا فيها راهم تتجه شيئا فشيئا إلى الغرق فبإذن الله في هذه الأيام مباركة دائما لا تنسوش دعاء بالنسبة للمؤمنين مهم جدا دعاء ومخ العبادة ثم العمل لما يكفيش دعاء وحده بالمناسبة يعني دائما عقلها وتوكل ثم العمل والعمل الأساسي كيف ننقذ البلاد كيف لا تتحول الجزائري إلى فوضى عارمة كيف لا تتدخل جهات خارجية كيف تسقط العصابة ولا تسقط الدولة كيف مرد بعض خوتنا ما يفرقوش بين نظام الحكم والدولة لا الدولة الشيء ونظام الحكم الشيء اللي تحول إلى عصابة وتحول إلى فوضى عارمة وإلى درجة أنه ما يقدرش يجمع المياه للناس مهم جدا أن يبدأ تفكير جماعي وتنظيمي مرة أخرى أجدد بضرورة إيجاد تنسيقية للحراك من الداخل والخارج تتعاون لكي أيضا يكون هناك مكان عام أو مكان للنظر بشكل أوسع وبشكل أفضل لأن هذا النظام هذه العصابة منتهي القضية ليس متى هل سيسقط أم لا إنما متى وكم ستكون تكلفة كلما انخرطنا أكثر كلما تنظمنا أكثر كلما نسقنا مع بعضنا أكثر كلما أقنعنا إخواننا بالسلمية وبالصمود أكثر كلما تحدثنا إلى الشرطة والدرك وخليناهم ونحينا العصابة هذا العصابة كلما 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 كانت الفاتورة خفيفة وكان هذه الولادة كانت خفيفة أيضا نحن في مرحلة مخاض عسير رانا بشغل امرأة هذه الثورة راهي مثل امرأة في حالة ولادة إما إذا كان المشرفين على الولادة ناس عندهم قدرة وعندهم حكمة وعندهم معرفة وعندهم علم بما يقومون به فستكون ولادة خفيفة ونجاح للبيبي وللأم وإما إذا لم يكونوا هذون في المستوى فإن لقدر الله قد يكون الثمن غالي مرة أخرى أدعوكم لمزيد من التنظيم والتنسيق بين كل أحرار البلاد الابتعاد عن التخوين وعن التشكيك ما كانش حاجة تفرح العصابة وأزدامها وأذنابها مثل أن أحرار يخوينون بعضهم بعض أو يشككون في بعضهم بعض ضعوا هذا جانبا والتركيز ثم التركيز ثم التركيز على إنقاذ الشعب والبلاد ودائما تذكروا أن الثورات الحقيقية التي تنجح هي التي تبنى على أسس أخلاقية وليس على أي أساس كان وإنما على الأسس الأخلاقية واللي هي الصدق واللي هي التفاني واللي هي التعاون وغيرها من الأسس الأخلاقية